مونة البرية في صيانة قاس عمد محافظة الغربية ماجستير إدارة أعمال من الجامعة في الإنسان مزارة الدكتور طيب يا فندي عايزين تكلم بأعيني بتمثل لك إيه دورة قادة المستقبل الحقيقة قادة المستقبل هنا في المحليات أنا شخصاً فعيدة جيداً بيها نقطة انطلاق ونقطة جديدة في المحليات فعيدة بيها جيداً للتبروة في المحليات دورة على المستوى ده تغطي محيا ورر الاهتمام بالموظف على المستوى المهالي تنمي مهاراته تثقفه تديره معلومات عامة تديره مقاومات القائد اللي هو أعرف شيء عن كل شيء بتفتح من المدارك على المصطلحات طبعاً اللي نازلة من فوق من الرئاسة الخطة التنمية المستدامة 2030 المصطلحات الشمول المالي تحول الرقمي الحاجات دي كلها الحقيقة واللوجستيات كل ده بيحصل فيه ثقافة وإدراك أكبر والحقيقة المحتوى أنا عجبت به أنا اتفاجأت المحتوى أعلى مما كنت متوقع يعني زي ما قلت لحضرتك المصطلحات اللي أنا كان ممكن أنا مش متخصصة فيها زي الشمول المالي أنا أسمع عنه آم بس بنت عايت أعرف عنه أكتر المصطلحات السلاسل الإمداد دي حاجات أعتقد ما كنتش محتكة بيها بس تكوني أعرفها كقائد المفروض القائد يبقى عنده استراتيجية وفاهم المصطلحات دي كويس جدا عشان يقدر يتابع صحيح طيب حرك يعني تتمني إيه في يعني في الدورة أنت كنت عايزة يعني عايزة منها أي أو كنت تتمني إيه أنا أتمنى استمرار القرصات بهذا الشكل في استعمال محلية هو هنا الدورة فيه جهد ببزول وفيه مال بجت معمولة للدورة دي صرفين عليها وبازلين وقت ومجهود لازم يستفيده لازم يرقي فيه إزاي ما بنقول نظريت وين وين أنا كموظف استفدت ومعلوماتي زيادت ومهاراتي هتنقلي بقى اللي انت استفدتين ننقلي بقى ونبدأ نستفيد من الناس اللي تعلمت ونحطها في الأماكن السطح يعني بالنسبة أن احنا يعني طبعا أنا أتمنى أن أتحطس ما كان أكون متاخذ قرار لأن أنا قريبة جدا من إني أحيل مشكلة المواطن دي حاجة تستيجني جدا لأن أنا مواطن بسيط عنده مشكلة توصلي للمواطن ده وتحلي مشكلته ده شيء يعني بيعمل إرضاء للإنسان إن هو يقدر يحل مشكلة حد ما فيش في إيده حاجة يعمله المواطن البسيط توصلي له فأنا أعتمد أن أكون صاحب قرار في موضوعات أنا شايفا في موضوعات محتاجة جراءة أو محتاجة صاحب قرار قوي عنده معلومة قوية يقدر يوصل للناس مكانها ما يستناش المعلومة هي اللي تدي له ما يستناش الناس هي اللي توصلي يعني مسؤولي اللي قاعد في جزء منعزلة أعتقد إن ده ما بقاش زمنه الدورة غيرت فكرتك عن فكرة القائد؟ أكيد أكيد القائد بقاش اللي قاعد في المكتب مقافل عليه وبيستنى الحاجات تجيله والله فرقة معاك في إيه؟ فرقة طبعا نستخدم بقى الوسائل الحديثة في التواصل ونوصل للناس أحد اللي نوصل للناس نشاف أن القائد الناجح هو اللي يروح للناس وهو اللي يكتشف المشكلة قبل وقعها ما استناش الكارسة علشان خطر أتعلم معها هل زي ما بنقول وهنا أنا تعلمت في الدورة دي أقدم المشكلة بحلها مش أصدر المشكلة أصلا بس داي أفكر وازداي سبعا أعمل خطة وازداي أنفسها التنفيذ عندنا مشكلة جبيرة جدا لمتابعة التقييم لمتابعة التنفيذ أنا مخطط كويساوي بس باجي على أرض الواقع ما بنفسي صح بيقع مني المشروع بقى التنفيذ ومتابعة التقييم وطبعا أنا من أنصار تطبيق الحوكامة جدا في القطاع الإداري ترجمة نانسي قنقر موسيقى